الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى أن يغير ما بأنفسه النموذج الثاني فهم أحاديث نظافة الفراش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يتجع فليتجع على شقه الأيمن وليقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد فإذا اتجع فليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فإذا استيقظ فليقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل عن فراشه ثم رجع إليه فإنه لا يدري ما خلف فيه بعده فلينفضه بإزاره أو ببعض إزاره فإذا اتجع فليقول باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين والمراد بداخلة الإزار طرفه وبصنفة الإزار حاشيته وهي جانبه الذي لا هدب له فيستحب أن ينفض الإنسان فراشه قبل أن يأوي إليه بطرف ثوبه لألا يحصل في يده مكروه ولو وقفنا عند ظاهر النص فماذا يصنع من يلبس ثوبا يصعب الأخذ بطرفه وإماطة الأذى عن مكان النوم به كأن يرتدي لباسا عصريا لا يمكنه من ذلك ولو نظرنا إلى المقصد الأسمى وهو تنظيف مكان النوم والتأكد من خلوه مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوها لأدركنا أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك بأي آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحوهما فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوب وإنما بما يتحقق به من نظافة المكان والتأكد من خلوه مما يمكن أن يسبب الأذى للإنسان بل إن ذلك يتحقق بمنفضة أو نحوها أكثر مما يتحقق بطرف الثوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قومه بما هو من عاداتهم وما هو متيسر في أيامهم حتى لا يشق عليهم في ضوء معطيات ومقومات حياتهم البسيطة وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم نظفوا أماكن نومكم قبل أن تأووا إليها بما تيسر ولو بطرف ثيابكم وقد علل بعض شراح الحديث التوجيه بالأخذ بطرف الثوب بأنه صلى الله عليه وسلم وجه بذلك حتى لا تصاب اليد بأذن من آلة حدة أو طرف خشبة مدببة أو تراب أو هوام أو حية أو عقرب أو غير ذلك من المؤذيات أو عود صغير يؤذي النائمة وهو لا يشعر أو نحو ذلك لو عمد الإنسان إلى نظافة مكان نومه بيده وهو ما يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه ومع ذلك فمن شابهت حياته حياتهم فلا حرج عليه إن أخذ بظاهر النص فنظف مكان نومه بطرف ثوبه غير أن محالة حمل الناس جميعا على الأخذ بظاهر النص دون سواه يعد من باب ضيق الأفق في فهم مقصد النص والتعسير على الناس في شؤون حياتهم كما أن اعتبارا من يريد حمل الناس على ظاهر النص بأن فهمه وحده هو الفهم الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سواه غير موافق لها مع كل تطورات حياتنا العصرية فهو ظلم بين لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذا فهم خاطئ لا يتسق والمقاصد العليا للتشريع من الحرص على أحلى درجات النظافة والجمال والأخذ بكل سبل التحضر والرقي ما دامت في إطار المباح الذي لا حرمة فيه من منطلق قاعدة أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية الكريمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه ترجمة نانسي قنقر